ما هو سبب الحرائق المدمرة التي تشهدها دولة الجزائر اليوم؟ وهل يمكن أن نشهد في المستقبل القريب كوارث طبيعية أخرى في مناطق أخرى؟ وهل الإنسان هو المسؤول الأول عن هذه الكوارث؟ ما هو الفرق بين البلاء والعذاب؟ وما هي النصائح النبوية في حال حدوث مثل هذه الحرائق؟ حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة هذه الحرائق التي حدثت في مناطق من أوروبا في أمريكا ولاية كاليفورنيا وفي مناطق أخرى ووصلت إلى الوطن العربي شهدنا مؤخرا حرائق هائلة في الجزائر طيب ما هو السبب؟ وكيف نقي أنفسنا من شر هذه الحرائق؟ فيما لو حدثت بالقرب مننا؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الدعية خاصة بموضوع الكوارث الطبيعية؟ وهل أشار القرآن إلى ذلك؟ الحقيقة هذا الموضوع أحببت أن أتحدث معكم اليوم حول ظاهرة الحرائق في العالم التي قضت على آلاف البشر وقضت أيضا على عشرات أو مئات الآلاف من الفدانات أو الهكتارات كلها غابات أحرقتها هذه النيران الملتهبة أول شيء أيها الأحبة وقبل أن ندخل في موضوع هذا البحث أود أن أذكركم بحديث النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام الذي علمنا إياه في حالة حدوث الحريق وسوف نحلل هذا الحديث من الناحية العلمية النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه حديث غريب من نوعه ربما للوهلة الأولى يظن أو نظن أنه لا يتفق مع العلم الحديث ولكن الحقيقة إذا تأملنا هذا الحديث من ناحيتين أيها الأحبة أو من وجهين الوجه الأول أننا عندما نقول الله أكبر نحن نكبر الله ونعظم الله فالله أكبر من هذه الكوارث في اعتقادنا نحن كمؤمنين أن هذه الحرائق وأي كارثة أخرى سواء كانت زلزال مدمر أو تسونامي أو فيضانات أو أمطار غزيرة أو إلى آخرين كلها بيد الله ويجب عليك أخي الحبيب أنت كمؤمن أن تعتقد أنه لا تتحرك ذرة في الكون إلا بأمر الله والله قادر أن ينجي عباده المؤمنين فعبر التاريخ الله أنجى عباده المؤمنين من الأنبياء والرسل والصالحين في مواقف أصعب من هذه بكثير سأعطيكم مثال سيدنا يونس عليه السلام كان في ظلمات البحر والتقمه الحوت في بطن الحوت فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون إذن كان في بطن الحوت طيب اليوم نحن نعلم أنه عندما يغرق إنسان تجتمع كل الدنيا ولا يستطيعون إنقاذهم عندما تغرق سفينة أو غواصة مثلا سنوات وهم يبحثون عنها لا يعلمون أين اختفت طيب هذا إنسان صالح في ظلمات البحر وفي أعماق البحر من الذي يتحكم أصلا بالحوت وبالبحر ويتحكم بذرات الكون هو الله فعندما قال عبارة نحن طبعا ظاهريا نظن أنها كلمات عادية ولكن هذه الكلمات فيها قوة إنقاذ فيها قوة تنقذ صاحبها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذن أنا عندما أقول الله أكبر أنا أتوجه لمن يتحكم بالكون للحي القيوم الذي يقوم على هذا الكون وهو القادر على إخماد هذه الحرائق أو استمرارها قادر على أن يفعل أي شيء سبحانه وتعالى طيب إذن من الناحية الإيمانية الإيمانية أنا أدعو إلها عظيما كريما قويا قادر أن ينجي الناحية الثانية أيها الأحبة نحن تحدثنا مؤخرا عن جهاز صناعه رجل بريطاني لإطفاء الحرائق ووجد أن الترددات المنخفضة نحن نعلم في علم الأصوات هناك ترددات مرتفعة مثل حرف السين السين تردد مرتفع جدا حرف الهاء والباء الباء تردد منخفض الهاء والآ الألف لأنها تخرج من أعماق الصدر وبالتالي يقول إن الترددات المنخفضة تستطيع إخماد الحرائق ما الذي تفعله هذه الترددات المنخفضة وهو يقول يقول الحروف المنخفضة مثل هب هوب ويضرب مثالا هكذا الهاء والباء طبعا الله أكبر فيها هاء وفيها باء فيقول هذه الترددات المنخفضة تدخل عبر طبقات النار النار عبارة عن شرائح أو طبقات فتعمل على فصل طبقة الأكسوجين عن النار وبالتالي تخمد النار وعرض هذا الجهاز طبعا وأجرى تجربة لإطفاء حريق بواسطة هذا الجهاز وطبعا العلماء قالوا هذا الجهاز لا يلوث البيئة وهو رخيص إلى آخرين طبعا أنا الذي أود أن أقوله أيها الأحبة أن التكبير مهم جدا مهم في إنقاذك من أي كارثة لأنك عندما تقول الله أكبر أنت لجأت إلى رب كريم عظيم طيب الحرائق التي حدثت ما هو السببها أيها الأحبة لماذا شهدنا مؤخرا حرائق في إسبانيا في البرتغال في فرنسا في مناطق من أوروبا بالإضافة لموجة جفاف يعني حيث سجلت درجات الحرارة مستويات تاريخية في بريطانيا مثلا المنطقة الأكثر برودة أكثر من أربعين درجة مئوية وصلت في بعض من أيام هذا الصيف طيب هذه التغيرات المناخية ما سببها نعود لعلماء البيئة ماذا يقولون يقولون أن الغلاف الجوي منذ عشرات الألاف من السنين وربما مئات الألاف من السنين لم يتلوث بهذا الشكل المرعب الذي نشهده اليوم نتيجة الحروب نتيجة ضخ ملايين الأطنان من الملوثات عبر وسائل النقل والصواريخ والطائرات والحروب النووية والمشاريع العملاقة والمصانع إلى آخره الإنسان بسبب عبثه في هذه البيئة والكلام للعلماء طبعا وبسبب أنه ضخ كميات كبيرة من الملوثات ارتفعت نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو لحدود قياسية حدود تاريخية غير مسبوقة من قبل فهو أفسد الغلاف الجو الغلاف الجوي حساس جدا ونسب الغازات فيه الأكسوجين والنيتروجين والثاني أكسيد الكربون وغيرها نسب دقيقة جدا ومتوازنة فعندما تم التلاعب بهذه النسب نتيجة جهل الإنسان وعبثه وتخريبه للطبيعة الذي حدث أيها الأحبة أن اختلال هذا التوازن في الغلاف الجوي أدى إلى خلل في نظام الظواهر الطبيعية أصبحنا نرى سيولا في الربع الخالي بحيرات تتشكل في الربع الخالي هذا أمر أشبه بالخيال العلمي وأصبحنا نرى مناطق شديدة الجفاف في قلب أوروبا في الجزائر الذي حصل أيها الأحبة أن درجات الحرارة المرتفعة كانت سببا رئيسيا في مثل هذه الحرائق بالإضافة للتلوث البيئي بالإضافة لمشاكل أخرى طبعا الإنسان هو المسؤول عنها وليس الطبيعة الطبيعة بريئة من ذلك الغلاف الجوي بريء من ذلك هو الإنسان بسبب جهله وعبثه بهذه الأرض طيب الإشارة القرآنية هنا أحبة في الله الله تعالى يقول فيها ظهر الفساد في البر والبحر فساد في البر من تلوث وحرائق وزلازل وستكثر الزلازل كما يقول العلماء خلال العشرين سنة القادمة موجات الجفاف ستضرب المناطق التي كانت مزدهرة مثل أوروبا ستضربها موجات جفاف خلال السنوات القادمة هناك ارتفاع في مستوى سطح البحر مستوى الماء على سطح البحر بسبب ذوبان الجبال الجليدية التي هي أساس التوازن البيئي تذوب بسبب التلوث البيئي فكل هذا سينعكس علينا نحن البشر طيب في مثل هذه الحالة ماذا نفعل الله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إذن الإنسان هو المسؤول ليوذيقهم بعض الذي عملوا بالفعل هذا مؤلم عندما ينشب حريق سواء في بلد إسلامي أو بلد غير إسلامي وطبعا هو الأرض كلها لله لا يوجد أرض إسلامية وأرض غير إسلامية الأرض كلها لله كما قال سيدنا موسى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فالأرض لله أحبة في الله ولكن هناك إنسان مسلم وإنسان كافر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن إذن الكارثة عندما تحدث تضرب المؤمن والكافر مثل الطعون عندما ينتشر يضرب المؤمن والكافر ولكن الفرق أن المؤمن يموت شهيدا بشرط أن يصبر ويحتسب عند الله هذا هو الشرط الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام كي تموت شهدا أن تكون صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله بالنسبة للكافر يزداد كفرا وتذمرا ويزداد كرها لخالقه عز وجل ويزداد نفورا وبالتالي يموت على الكفر إذن القضية ليس لها علاقة كلنا سنموت بالنتيجة ولكن ما هو آخر عمل أنت تقوم به قبل الموت هو الذي يحدد مصيرك بعد الموت طيب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إذن هذا هدف أيها الإنسان ارجع إلى الله اليوم في العالم ما يسمى بالعالم الإسلامي طيب كم نسبة الناس الذين يلتزمون بتعاليم القرآن النسبة للأسف قليلة أحبتها في الله وهذا واضح يعني أنظر نظرة هكذا على الناس تجد هناك صراعا على الدنيا الأخ يأكل أخاه مشاكل كثيرة قتل ظلم إلى آخرين طيب أين أنتم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذن نسبة هؤلاء المؤمنين وهي قليلة بالفعل على مر التاريخ لأن الله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ليسوا مؤمنين إذن هذه النسبة على مر التاريخ النسبة العظمى للأسف هكذا والذين سيدخلون الجنة هم قلة قليلة فقط وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم طيب إذن أنا لدي إجراء وهو التكبير هذا إجراء علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام في حالة الحرائق طيب في حالة حدوث حرائق أو ما شبهها من كوارث من مشاكل كيف أحفظ نفسي أولادي متاعي سيارتي تجارتي إلى آخرين إذن أيها الأحبة آية الكرسي مهمة جدا لحفظ الإنسان من الحسد من الشيطان من السحر وأيضا حفظه من الكوارث من الدواب من الطاعون من مشاكل أخرى إذن عليك أخي الحبيب أن تبدأ يومك صباحا بآية الكرسي لتحفظك طيلة اليوم وتختم يومك قبل النوم بآية الكرسي لتحفظك طول الليل بإذن الله تبارك وتعالى طيب نحن كمؤمنين أيها الأحبة يجب أن نعتقد أن أي ظاهرة مدمرة هي إنذار من الله طبعا الملحدون ماذا يفعلون أي شيء في الكون يقولون هذا من فعل الطبيعة ظاهرة طبيعية حتى خلق الإنسان يقولون أصله قرد وتطور من سلسلة من الكائنات والطبيعة هي التي صنعت الإنسان وهكذا يعني لماذا لأنهم يريدوا أن يهربوا من فكرة وجود الخالق سبحانه وتعالى المتحكم بالكون له ما في السماوات وما في الأرض الله عز وجل يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين طيب إذا كانت الورقة التي تسقط يعلمها الله هذه الورقة التي تشتعل ألا يعلمها الله الإنسان الذي سيموت في هذا الحريق ألا يعلمه الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لذلك أيها الأحبة حال المؤمن دائما الدعاء التوجه إلى الله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يستعيذ بالله من شر هذه الريح وشر ما أرسلت لها يستعيذ بالله من شر هذا الإعصار يستعيذ بالله من شر هذه النار يستعيذ بالله من شر هذا الزلزال مثلا هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى في التفاصيل اليومية كان النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الشر حتى إذا دخل سوقا ليشتري شيئا نحن كل يوم ندخل الأسواق وربما لا نفكر بهذه القضية كان يستعيذ بالله من شرها شر السوق هذه وشر ما خلقت لها ويسأله خيرها وخير ما خلقت له فإذن أخي الحبيب هذا هو حال المؤمن فإذا مات مات على الفطرة يعني الذي يقرأ آية الكرسي يختم بها يومه ويدعو الدعاء الذي كان يدعو به النبي اللهم إني توكلت عليك إلى آخره إذا مات من ليلته مات على الفطرة يعني مات مؤمنا مسلما موحدا ودخل الجنة إن شاء الله ماذا تريد أكثر من ذلك وكلنا بالنتجة سنموت ولكن هو فرق توقيت فقط يعني لاحظتم أيها الأحبة لكل أجل كتاب فالله عز وجل تأملوا معي هذه الآية أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبة ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير هذه آيات لتخوف المؤمن المؤمن يجب أن يخاف من خالقي أيها الأحبة لأن الخوف هو الذي يضمن أن يجعلك تسير في الطريق المستقيم وإلا اليوم الملحدون لماذا يدمرون العالم ليس لديهم إله يخافون منه لا يؤمنون بإله أصلا فالخوف من الله يجعلك لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تؤذي أحدا دائما الخوف من الله يقوم سلوك الإنسان فالله عز وجل أخبرنا في الآيات التي قرأناها الآن أن هناك كوارث رياح موجات سنامي تغرق الناس حاصب من السماء حجارة تنزل نيازك كل هذه الأشياء موجودة من حولنا وكوكب الأرض محفوف بالمخاطر أيها الأحبة لذلك الحل أن نلجأ إلى الله طيب هل هو بلاء أم عذاب يعني عندما نرى حريقا مثل هذا أو أي كارثة أخرى دعونا نتكلم بشكل عام هل هي عقوبة لأهل هذا البلد أم هو بلاء ليختبر الله عز وجل الصابر من الكافر الحقيقة الجواب بسيط جدا أيها الأحبة أي ظاهرة مدمرة سواء كان الطاعون أو كورونا أو حريق أو أي شيء هو بنفس الوقت عذاب وبلاء بالنسبة للمؤمن هو بلاء ليختبر قوة إيمانك وصبرك وهل تلتجأ إلى الله أم تلتجأ إلى الناس أو الطبيعة طبعا المؤمن يأخذ بالأسباب ولكن أول الأسباب هو الالتجاء إلى الله عز وجل والله سيهيئ لك الأسباب أسباب النجاة طيب إذن المؤمن أي شيء يصيبه يصبر ويحتسب فإذا عاش عاش صابرا وسيكون من أهل الجنة إن شاء الله وإذا مات مات أيضا صابرا محتسما وسيكون في منزلة شهداء إذن في كل تلحادتين المؤمن بخير بالنسبة للكافر عندما ينزل هذا البلاء أو هذه الكارثة يزداد كفرا يزداد إلحادا يزداد ينقم على خالقه يزداد نقمة على الخالق عز وجل فيعذبه الله لعله يرجع يعني الله تعالى يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فهذه الحرائق هي نوع من العذاب الأدنى أيها الأحبة أن نعود إلى الله المطلوب منا أن نتذكر لا نأكل حقوق الناس لا نؤذي الناس نحسن للآخرين نحب الخير للآخرين هذا هو هذا هو الهدف من هذا النوع من العذاب ولكن إذا لم نرجع إلى الله ونحسن معاملة الآخرين ولا نؤذي أحدا ولا نأكل أموال الناس لا نظلم الناس نبتعد عن الربا نبتعد عن الفواحش التي حرمها الله إذا لم نفعل ذلك سيكون هذا نوعا من العذاب الهدف منه أن نعود ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الذي هو جهنم لعلهم يرجعون إذن الله لا ينقم على أحد ولا يريد لأحد الشر أنت من تريد الشر لنفسك إذا كنت ملحدا أنت من تظلم نفسك وتؤذي نفسك الله يرسل لك هذه الآيات لتتوب إذن الهدف أيها الأحبة من مثل هذه الكوارث أن نعود إلى الله عز وجل طيب بالنسبة للعلامات الصغرى والكبرى علامات الساعة التي أنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه للأسف وأن أن الإنسان يجب أن لا يطمئن لهذه الدنيا يجب أن يحذر الآخرة أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى لأن كثير من العلامات الصغرى ظهرت المثلية الجنسية وهذه الكوارث العلامات الساعة وأشياء أخرى كثيرة يعني يجب أن نعود إلى الله أيها الأحبة وأخيرا أحبة في الله أذكركم بهذا الدعاء العظيم جدا دعاء النجاة نحن الآن في هذا العصر بحاجة أن لدعاء يكون سببا في نجاتنا من هموم العصر ومشاكل العصر وكوارث العصر وكل ما يضر وهو دعاء ذنون سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت الذي كان سببا في نجاتي وذنوني إذ ذهب مغاضما فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نبتليه ظن أنه لن يبتلى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إذن استجاب الله له ونجاه من الغم فإذا عصفت بك أي بشكل أخي الحبيب أو خفت كل واحد مننا يخاف من هذه الكوارث هذا رد فعل طبيعي نحن كبشر قل هذا الدعاء سبع مرات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين النبي أكد لنا أن الله سيكفيك هموم الدنيا والآخرة إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ الجزائر الحبيبة وكل بلاد المسلمين من كل شر ومن كل سوء وأن نعود إلى الله تبارك وتعالى وأن نلتج إلى هذا الإله العظيم عسى أن يرضى عنا وعسى أن نكون ممن قال الله تعالى فيهم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق